افتتح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشبحي ورشة العمل لمدربين على المستوى الوطني عن أداة تحصين المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية وفي الافتتاح رحب الوكيل الشبحي بالحاضرين متمنيا لهم الخروج بمخرجات طيبة وتعرف الوكيل حول تقييم المخاطر لتحصين واستدامة البنية التحطية الأساسية والقدمات المتعلقة بالمياه والاصحح والنظاف الصحية اشتركوا في القناة